كلوروكين، البروتوكول العلاجي سيستعمل لمحاربة فيروس كورونا في الجزائر أيضا، إذ أنه وبحسب الخبراء هو جزء مذاد للمالاريا لا يقضي على فيروس كورونا بينما يرفع من القدرات المناعية للمصاب كما يعمل على مكافحة الجراثيم داخل الخلايا. الدراسات والفرنسية التي كشف عنها الطبيب الفرنسي دي ديراول أثبتت شفاء العين المصابة بكورونا بعد علاجهم على مدى ستة أيام متواصلة بعقار هيدروكسي. دراسات كلوروكينة. وبعد هذه النتائج سارعت دول عديدة إلى استعمال بروتوكول الدواء لمواجهة كورونا القاتل. دول عديدة إلى استعمال بروتوكول الدواء في جزء مدى ستة أيضا، دول عديدة إلى استعمال بروتوكول الدواء. دول عديدة دقيقة يعكف خبراء في عدة دول على تطويرها للوصول إلى نتائج مؤكدة في هذا الإطار.